مجلس التعليم العالي لتحقق من جهزية مؤسسات التعليم العالي الخاصة لفتح باب القبول في البرامج الحاصلة على موافقة المجلس ولمتابعة سير الامتحانات النهائية في برامج البكالاريوس والماجستير بهذه المؤسسات خلال العام الأكاديمي المصرم كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن متابعة تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية لمجلس التعليم العالي وأصدر المجلس خلال اجتماعه عددا من القرارات التنظيمية لقطاع التعليم العالي كما أحاط سعادة وزير التربية والتعليم المجلس علما بالإجراءات التي يعكف المجلس وزارة التربية والتعليم على اتخاذها لمكافحة المؤهلات المزورة والمؤسسات التعليمية الوهمية أو غير المعترف بها مبينا الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع نيابة العامة في هذا الشأن